موسيقى موسيقى هلو حبابي شونكم شاقباركم مرجعت لكم بوصفة جديدة واكلة جديدة من مطبخي وقناتي اليوم راح نسوي الجامر الجامر يحتاج الى هافي كريم ونشا كله سهل وسريع التحضير راح اخلي اجيب صحن صغير ومعلقة ومثل جدرية صغيرة لان اليوم راح اساوي شوية مو هواية بس للصبح راح اساوي راح يظل تقريبا يومين هذا يمنى او ثلاثة ايام حسب راح اخلي شوية بصحن الصغير اللي جبته اللي اخبط به النشا على مدلاية كعكل اه وخلي الباقي داخل الجدرية الصغيرة وخليها على النار هس راح اخلي فوقت هذا الحليب اللي هو الهافي كريم راح اخلي به تقريبا ملعقتين ونص من النشا وراح اخلطهم كل الزين لحد ما يصيرون خليط متجانس بها الطريقة راح ابدى اخلطهم واضل اخلط بهم لحد ما يصيرون متجانسين حبايبي راح اجيب اللي اخلط اخلط بها الطريقة لحد ما يصير شوفوا لحد ما يصير ما بأي كعكيل هاي اشياء يعني اشياء يبقى النشا بيها ويظل مثل طبات يطلع فكلش ما يكون طيب هاسه صارة بهالطريقة حبايبي راح اجيب الجدرية الصغيرة وخليها على النار واضل اقلب بيها على مود لا دين لصق الحليب من اللصق الحليب وطار يعني راح يطلع مشعول وريح تشعيل وما راح ينكل الجيمر فراح نظل نخبط به على مود لا يشتعل هاسه راح شنسوي شوفوا غلى انتظرنا لحد ما يغلي راح نضيف عليه هذا اللي كان شوية حليب و اللي هو الهافي كريم وشوية نشا راح اظل اخبطهم سوية والنار معلوقة بعد ما طفيتها راح اظل اخبط بيهم لحد ما يصيرون شوفوا بهالطريقة صار مثل هاسه صار جيمر شوفوا صار ثخين كلش يشبه القشطة بهالطريقة شوف حبايبي هاسه راح اجيب صحن وخلي بي لان هو مو كثير فراح اخليه بالمعلقة بهالطريقة واصفطه يعني اخليه املس من كل الجهات يعني اروح واجيب الملعقة عليه اخليه يصيره بشكل متوازي شوفوا حبابي هاسه على ما افرغه كله بهالطريقة شوفوا راح افرشه بالملعقة بهالطريقة وبعد ما نخلص من هالعملية نفرشه نجيب يعني كامل نفرشه كل جزدين بيصير يعني متوازي كل الجهات راح اجيب ورق النايلون واخليه بالثلاجة اول مرة انتظره يبرد بعدين اجيب ورق النايلون واخليه عليه واخليه بالثلاجة اذا سويتوه بالليل يعني الصبح يكون جاهز يعني طبعا سويته بالليل والصبح صار جاهز يعني كان يعني مني تخلوه بالثلاجة راح يمسك نفسه وبين هذا غيمر عادي شوفوا حبابي هاسه بعد ما طلعت من ثلاجة ثاني يوم الصبح شون صار راح اقطعها بها الطريقة ما راح الفلف لانه كل شي صغير و بس يعني حبيت اوريلكم يعني شون راح نقن هذا وشوفوا شون قوامه شون صار بها الطريقة يعني كل شي حلو طعمه طبعا كل شي طيب ش راح اجيب هاسه راح اجيب عسل واخلي فوقها بها الطريقة واذا عجبكم حبابي الوصفة لا تسعوني باللاك والاشتراك وبي باي شكرا 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 شكرا